السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم بناتي عاملين ايه? رب تكونوا بخير. معكم هنا من قناة عالم هنال الخرز شغل فيها كل ما يخص الخرز. في اللهم بارك سبعة وتلاتين ورشة ويمكن اكتر للشنط. اه فوانيس اكسيسورات. كنز اكسيسورات. ماليا اكسيسورات حاجات جميلة جدا. ياريت بردو تتفرجوا عليها. قلتلكوا ان الاكسيسورات دي ممكن تطلعوها كاكادو على الوردر بتاعكم. تمام? عدلت بقى انا في كيف ايه? بصوا بنات اول سطر اللي انا كنت اشتغلته من تحت كنت عاملة واحدة مقاس اتناشر من تحت. وقفلنا بقى القعدة كلها بمقاس اتناشر. فانا لأ انا عملت نفس اللي عملته في السطر التاني هو اللي عملته في السطر الاواني. يعني انتي لو عايزة تعمليه نفس الموديل ده كده لان انا لاحزت انها مكشكشة قوي. هو الموديل بتاعها كده. اللي البنوطة بعتهولي. وحطت لكم الصورة على الفيديو ورتها لكم. فانتي لو عايزاها تبقى مفروضة شوية كده. انتي بتعملي السطر التاني هو هو الاولين. يعني بتعملي السطر التاني ده تلت سطور ورابعض. اهو. تلت سطور ورابعض بمقاس اتناشر. وبعدين تلاتة بمقاس عشرة. خلاص? وبتدخلي طبعا مقاس تمانية ومقاس ستة فوق اهو. طيب انا عملت تحت ايه? القاعدة عملتها ازاي? انا عملتها زي فوق. مش شايفين اهيه? غرزة ايه? تمن غرز. تمن خرزات كلهم بمقاس ستة. مش كده? انا عملتها تحت تمن خرزات كلهم بمقاس تمانية. فانا عدلت شوية في اه في الشنطة عشان احس انها مفروضة شوية. طيب احنا مش جايين نتكلم على التعديل بتاع الشنطة لان التعديل ده يعتبر موديل تاني خالص. انا ممكن اعمله في في فيديو لوحده. يبقى موديل تاني خالص غير اللي احنا عاملينه. ما علينا? احنا النهاردة جايين نتكلم على بطانة الشنطة اللي انتو طلبتوها مني. انا عملت اهو بطانة للشنطة دي. وركبتها هي وعملت فيها كمان في البطانة مغناطيس. وبقت الشنطة اللي هما بارك زي ما انتو شايفين كده. مقفولة. وبالبطانة بتاعت. اهو. هسيب لكو برضو اللينك بتاع الشنطة في صندوق الوصف. اعملي التعديل لو عايزة تعمليها نفس الشكل ده. اعملي التعديل اللي قلتلك عني. تمام? احنا النهاردة جايين نتكلم عن البطانة. انا عملت البطانة دي. وهوريكو اي شنطة تمسكيها تعملي البطانة بتاعتها ازاي. انا خلاص عملت دي. اوكي? في بنات كمان بعتتلي كتير بتسألني يا طرمت انت بتغليفي ازاي? انا مش مش بحب افور في اي حاجة. لان اي حاجة بتافوري فيها فهي بتزود لك من التكلفة بتاعتك. فعشان تزودي في التكلفة فانتي لازم تزودي في السعر بتاعك. وانتو شايفين ان الحالة مش مستحملة. انا بجيب كيس زي دي. اهو ده تومن ب30 جنيه. تمام? وبجيب كيس من اللي هي بلاستيك ومقدين. بس مش متوفرة عندي دلوقتي. متوفرة تحت في المكتب اللي انا بحط بديك. تمام? بتحطي شمتتك هنا وبتقفريها كده باللز. اهي. طبعا يعني اللي راح اشترالي اه انا لسه ما نزلت. دايما انتوا عارفين انا لسه تعبانة. فاللي راح اشتراها صغيرة. لما هي المفروض بتكون اكبر من كده عشان بتاخد مقاس الشنط. بس بنسترف يعني. ماشي? انا بعدت اشتري غيره. فانا بقولك يعني انا ما بافورش في الحاجات دي. تمام? ادي تاني سؤال اتسألته. اهو ردت عليه. التغليف والسؤال بتاعش. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. يا رب. تعالوا بقى وريكم ازاي نعمل اي بتانة. انا دلوقتي هعمل لكم بتانة للشنطة دي. كنا اشتغلناها برضو في القناة. هسيب لكم برضو آآ اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تمام? جبت بتانة هين. البطانة دي يا بنات المتر باربعة وعشرين جنيه. مش غالية. ومشية. وحلوة. مش وحشة. عشان مسلا نروح اشتري بتانة بخمسين ستين جنيه. طب وعليه ما انت بتزوجي برضو في التكلفة. مش عايزين نزوج في التكلفة. تمام? ده المتر باربعة وعشرين جنيه. انا جبت نص آآ اسود وجبت نص افويت. اللي انا اشتغلت بيه الشنطة اللي وارتها الكرس واريدي. ماشي? طيب. تعالي بقى قولينا طانطة هناء احنا هنشتغل هناخد المقسات ازاي ونعمل ايه? عندك طريقتين لاخد المقسات. تمام? انا هشتجي عشان تشوفي. ايه الطريقتين? على فكرة انا خريجة آآ ملابس جاهزة. يعني انا انا في الاول وفي الاخر كان المفروض تفصيل. بس انا مليش خلق للتفصيل. تمام? فانا هقولكو طريقتين. بصوا بنات. هتنزلي من تحت كده. وتقيسي العرض بتاع الشنطة بتاعك. اهو. عشرين. تمام? طيب الطول. الطول هنا. تسعة تاشر. طمانتاشر كمان. الطول هنا. طمانتاشر. تمام? يبقى دي عشرين في طمانتاشر. طيب. حاجة زي دي. هيس من تحت بس. لا. هتقيسي من تحت وتقيسي من فوق. لان انت تحت عندك عرض غير اللي فوق. تمام? هتقيسي هنا يا تلاتة وعشرين. وفوق. هتطلع معاكي سبعتاشر. وفوق سبعتاشر. فحاجة زي دي. هتاخدي مقاسين. مش هتاخدي مقاسوات. هتاخدي تحت وتاخدي فوق. وهتعملي كيرف كده. وتوصلي بيه. تمام? بس انت الاول وانت بترسم البطرون بتاعك. انا وقت على رسمة بطرون اب. التلاتة وعشرين دي. هتقيسيها فوق. وتقيسيها تحت الاول. تمام? وبعدين. هتوصلي. يعني دول سبعتاشر. نقص التلاتة وعشرين. يبقى كام? يبقى في ستة. صح كده? يبقى في ستة سنتي. نقصين. سيتمقصي من الثلاتة وعشرين اللي فوق. تلاتة. وهتنقصي من الثلاتة وعشرين اللي من الجنب ده. تلاتة. يعني هتجي من هنا. هترسمي كده. تلاتة وعشرين. وتقيسي الطول. كام? التول 11. تمام? هتعملي 23 و 23 فوق وتعملي طول 11 بتوعك تمام تيجي من فوق هتنقصي من هنا تلاتة وتنقصي من هنا تلاتة يبقى دول السبعتاشر بتوع فوق عشان يبقى الكيرف بتاعك مزبوط مية في المية انت بترسمي بطرون فاهماني ادي طريقة طب ايه الطريقة التانية وطبعا عندك هنا بتقيسي العرض اللي تحت ده كامل ده اتنين يبقى هتخطي واحد تمام هتخطي واحد زيادة يعني بدل ما هيبقى احتاشر لا هيبقى اتناشر هتعملي بطرونيك اتناشر يبقى تلاتة وعشرين تحت تلاتة وعشرين فوق اتناشر طول وبعدين هسيب تلاتة من هنا واسيب تلاتة من هنا عشان احدد الكيرف بتاعي طب والجناب يا طانت هنا الجناب اهي دي كده ايه اتنين صمتي برضو يبقى برضو هتزوجي هنا واحد وتزوجي هنا واحد يعني التلاتة وعشرين بقوا كام بقوا اربعة وعشرين اربعة وعشرين واحد للجنب وتلاتة هتشيليهم علشان تحدد الكيرف اللي فوق تمام دي طريقة طب الطريقة ايه التانية الطريقة التانية تعتبر اسهل انا بحب طريقة البطرونات شان الحاجة بتطلع معي مزبوطة بيه في المية واخد على كده تمام ايه الطريقة التانية الطريقة التانية ان انت هتحطي الشنطة بتاعتك كده وهترسميها والتزوجي صمتي علشان القعدة وصمتي عشان الاجناب من كل ناحية تمام وبعدين بتزوجي وانت بتقصي بتقصي بعد المقاس اللي انت خدتيه علشان الخياطة تمام تعالوا بقى للشنطة طريقة المقاس هي هي هتاخدي المقاس تحت وطول وهتزوجي هنا بقى بصي هنا مفيش حتى سنتي فانت هتزوجي نص سنتي هتزوجي نص سنتي في الجنب بتاع نشتغل عملي بقى انا البطانة دي انا عمليها على اتنين يعني البطانة دي اتنين في بعض. اتنين في بعض. تمام? مش مش رق واحد اتنين. عشان تبقى منشية كده حاجة. طيب. ازاي اشتغل بقى? بصوا بنات ده العرض بتاع القماش بتاعي. هتتنين على اتنين كده. هتتنين على اتنين كده. احنا كده هنقص بقطعتين على بعض. احنا كده على اتنين واتنين كويس. يبقى كله معاس واحد. طرفين كده على طبعا. بقى اتنين على اتنين. خلاص. اخدنا مقاساتنا. بسم الله. فين المسطرة يا بانانيت. تمام? قصي بقى عشان ملاقف تتحرك. قصينا الطول. خلصنا منه. زي بودي برضو ايه? نص صمتي ولا حاجة ما فيهاش حاجة. تمام? شوف بقى ايه? الزيادة دي. على خير تلا بقى ايه? نكامل. نجيب الدبابيس عشان نسبت. أحضرنا من نسبت. هيا بزيادة دبي بزيادة ايه؟ نشتا. هيا بى طرفا طرف. تمام? اتني بقى كده. احنا لسه عملناش العرض. احنا كده عملنا بطول بس. كده بجهز اتنين فوق بعض. ليه بس? بالخياطات بكله. بالزيادة كل ده برضو ايه? هيتشيل. احنا باعي عايزين ايه? العرض بتاعنا. احنا قلنا العرض كام? 18. ونص من هنا. ونص من هنا. يبقى 19. العرض بتاعي 19. من فوق بقى ومن تحت. خدي التسعة تاشر بتاعك. بالقلم كده. هنا كده تسعة تاشر. واعملي الصمتي بتاع هي 18. خلينا ناخد صمتي من هنا وصمتي من هنا. يبقى عشرين. ناخد صمتي من هنا. وادي. وبعد كده ادي التمنتاشر. وبعدين صمتي. يعني كلها على بعضها بالخياطة عشرين. تمام? اعملي نفس الحكاية تحت. ودي صمتي اهو للخياطة. وبعدين 18 يعني هتعلمي عند التسعة تاشر. هتعلمي عند التسعة تاشر. وبعدين هتعلمي عند الى عشرين. خلاص? بالطول بقى كده. سبتي الاتنين على بعض. وصلي الخطوط اللي انت عملتيها ببعض. ادي واحدة. وادي التانية. هنا خط واحد اللي هو خطوطها الخياطة. سمتشتار الخياطة لفتغام بي. هاو سلم. تمام كده. قصي بقى الزيادة ده كله. تأكدي برضو تحطي شنطتك. حطي على مكان الخياطة. وهنا في المكان الخياطة. تأكديم لارد تحطي. ممكن كمان عشان يبقى كل حاجة مظبوطة عندك. تعالي اهو. سيب المكان للخياطة في الجنب من هنا. تعالي اهي الشنطة محطوطة. وقصي بعد الشنطة كده بنص سنتي عشان الخياطة. كده ازبط كمان. بحاول اسهلك الموضوع على قد مقدر. تمام? بقى انا كده خط طول وعرض. طول الشنطة بتاعي هيبقى الغاية هنا. انا بحب ازود في الطول علشان ادخل الخياطة لجوم. مشان الخياطة تبقى لجوة او ما تبقاش بينها. هنا كده دي الخياطة. خلاص? تمام كده عملنا الطول والعرض بتاعنا. كنا تنينه كده. افرجيه بقى. نفرد كده مع بعض. وبعدين تعالي الجنب اللي هو مقفول ده. افتحيه. طبعا زي ما يبقى حامي حالي. افتحيه بقى كده. افتحنا الجنبير. افتحيه بقى كده. هاتيه على الظهر. بصوا بنا. انا عشان عندي لونين فلازم ازفط الموضوع ده. يعني ده الاسود. انا عايزة على الاسود. عايزة البطانة بتاعتي على الاسود. هخلي واحدة عن نحية الاسود. واحدة عن نحية الفضي. علشان لما اخيط واجه. اه اه اعدل البطانة بتاعتي تبقى معايا مزبوطة. معايزة على الاسود. تمام? هنخيط بقى الاجناب هنا وهنا. خيطيها بالطريقة اللي تعجبك. صراجي يمكني على ايدك وادها لحد يمكنهالك. اه كل ده انا مش قادرة عمله زي ما قلتلك اشتغليه بمسدس الشمع مفيش مشكلة. خيطت الجنبينة بناس تعالوا بقى نعدلها. على الاسودين. سيبنات تخيطته مصبت حتة صغيرة عشان اقلب منها. اهي. طيب اصي زيادة دي. عشان البتان التاتيك ما تكلكاش. عشان البتان التاتيك. كده تمام. قصوا البطانة بقى. ولا في اي خيطة بينا. دارينا كل لحاجة. دخلي بقى الحتة اللي فضلة دي. ده احنا عدمنا منها. وهتلقوتيها بالابر والخيط. اهي شايفينها. عادلها. عشان يدن ماس مصبوطة. اهي. فيدي اكيدة دبوز. نلقوتيها بقى بالخيط. كده تبقى البطانة بتاعتي تمام. فضل لنا بقى ان احنا نركبها على الشنطة. هلقوتي الحتة دي ورجع لكودين. كده لقاطنا الحتة اللي فضلنا. على بقى اندخلها كده. في المقاس بتعمل. لغم الوارك زي الفول يعني. نفضل لنا بقى انسبتها على الشنطة. تعالي بقى وريكو زي نسبتها. تعالي عند الجنب بالزبط. وحطي الخياطة على الجنب. تمام? اهو الخياطة على الجنب. سبتي الخيط. طبعا هشتغل بالابرة اهو. هسبت الخيط فين? في الخرز الاول. اذا ادخلت اهو. اربطي الخيط. بصوا. هدخل الخيط. طرف الخيط الصغيرة اهو تحت. بعدين ادخلو كده في الحلقة اللي انا عملتها. واربط مرة. اتنين. تلاتة. طبعا انا انا بشتغل بالخيط بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه. اللي هو بنشتغل بالخرز. اللي هو الخيط الصنارة بتاعنا. تمام? ادخلي الحلقة بتاعتك. العقدة اللي انتش عملتيها جوه الخرز وتويهي والخيط. 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 طوهت الخيط بتاعي يا بنات. بصوا بقى ازاكم تركزوا معي. انزلي في مكان الخياطة. احنا كده بنعمل في الجنب. تمام? الخياطة اللي تحت في الجنب ده. انزلي كده. سبتي بقى في القماش. تمام? واطلعي. بصي. اهي. شايفها? اهي. بصي. جنبها بقى كده. ارجعي تاني. مش عايزها تبان من جوة. عشان كده انا هرجع. بعدها يمكن ايه? مفيش يعني بنقطة. بعدها بنقطة. عشان مش عايزة الخيط يبان في الايه? في البطانة بتاعتك. عايزة الشغل يبقى كله نجيف. بصوا بقى انا همشي على رسمة الشنطة. يعني انا هدخل كده في اتنين مسلا. دخلت اهو في خرستين. تمام? هقوم نازلة. هدلي بس المكان واعرفي مكانك فيه. اهو. افردي كده. مش عايزها تكشكش منك. اهو. تمام? انا دخلت في اتنين اهو. انزلي. في البطانة. اهو. وتلعي. جنبها تاني. مش عايزها تبان. جنبها. جنبها خالص. لدرجة انيتي لو عملت كده. رحس انيتي لو دخلت ولا طلعت. او بطريقة تانية. ممكن تاخدي كده. تاخدي كده نص. تسبتي كده. تبع انتي كده خيطتيها هاي. وبعدين خشي تاني. في الخرز. واحد. تقشي في كده ايه? خرز. تمام? وبعدين عملي زي ما عملنا. نزلي كده في القماشة. كده واطلع. تخيطيها كده. حتة كده صغيرة. على اساس ان هي ما تبانش من جو. بقى انا كده سبتها. اهو. خشي تاني في الخرز. كمالي. تمام? ادخلي. انا هسبت غرزة غرزة. اه يعني نحية نحية. انا طلعت كده. اهو. طلعي مثلا في كم خرز. وبعدين سبتي في القماش. يعني تحتها كده. اهو. حتة صغيرة. لو عرفتي كمان تخلي الخيط يدخل في ناحية واحدة من القماش يبقى احسن. خشي تاني هو اتنين تلاتة زي ما انت عايز. اهو. ثلاثة. ونثبت الحتة دي. القماش. دي فيه في الحتة اللي فضل. دي احنا مثبتنا قبل كده. طيب. اعمل ايه بقى عشان انا عايز ده اعمل اللي وراها اللي فيه في الخرز. ما تليفيش في القماش تاني خلاص. القماش تثبت. دي فيه في الخرز عشان توصلي. الغرزة اللي وراها وتثبتيها على القماش. كل اللي تثبت خلاص. دي فيه بس. الخرز بس. تمام? يلا اللي وراها. هنزل في الخرز كده. ما ممكن بقى ايه? يعني اثبت نحية ونحية ونحية. تمام? عايزة تنزلي وتتلاي. تمام. اهو. هنزل كده. وبعدين اطلعتين نفس المكان. تمام? طلعي بقى ايه? خدي كل ده. مش لازم بقى ايه? نثبت كتير. اهو. تمام? تعالي نثبت النحية دي. بنزل في البطانة وبطنة. اشتركوا في القناة. اهو. اهو. تمام? زي نثبت جوزء ده. دخلنا مسلا في ثلاث وحدات. بس لنهم بالنصف. ننزل. هناك. اهو. خلاص. طيب ارجعي بقى كده. سبت خلاص. مش لازم بقى نزود الدنيا. عشان بطنطك ما تكشكش. احنا مفروض نسبتها وخلاص. اهو. هنخش بقى على اللي وراها. هنزل في البطانة. حفت البطانة كده. اهو. تمام? نزلنا وطلعها. نمشي في التلاتة التنين. عشان نسبت مكانه. تمام? انزلي. بعدين اطلعي تاني. طبعا بتطلعي جنبها يعني مفيش حتة زيارة. عشان انا مش عايزة خطيبان لجوة ولا برا. تمام? نزل نسبت الحتة دي. نزل لتحت. نسبت في نصها. احنا. احنا. نصه. مسكه. نصه. يبقى كده في البطانة عزانة. ورا في المفروض نزلي في. اهو. نزل. نزلنا. شوف انت نازلة فين? يعني يا دوب. كده شعره جنبه. عشان ايه? نبقاش في خدبين قبل. خلاص ثبتنا كده. حلو قوي كده. خلاص. يلا رجعي. وحالغرزة اللي وراه. في جي كده شغلك وانت بتشتغلي. عشان البطنة ما تكشكش منك. طلعي فوق. ويلا على الغرزة اللي وراه. تعالي نص الغرز. وانزل نفس المكان. بعدين نشوف انت نزلتي فين? طلعي جنب بيها بما فيش. عشان من جوه متبانش. تمام? يلا تلفي. هنسبت الحتة دي. ننزل. ننزل. ننزل البطنة. ننزل. وما فيش حتة اطلعي. ننزل. ننزل. وما فيش حتة اطلعي. ننزل. 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 عشان يبقى كل تمام. ونرجع. نفس المكان. يعني ما فيش حتة. طب نرجع. يكي بسبتنا. يجي خلاص. عني باقي. يعني باقي. رجعي. بالخرص. نخش على الكرزل اللي وراه. كده احنا في النص اغا. دعا نسبيت في النص. بعدين. بيدي كده. ننزلي. احنا فين? اهي. ننزل. اهي. وغلتها نطلعتين. مفيش. بس غنانة. تمام? بعدين هنخش في الثلاث خرازات اللي وراه. كده انت وصلتش للجامب. بصي. اهو وصلنا احنا كده للجامب. خلاص. دعا نثبت الجامب. هنزل. الخياطة اللي انا عاملها في الجامب اهي? عايز انزل فيها بالزبط. اهي. الخياطة اللي انا عاملها في الجامب بالزبط. خلاص? وارجع تاني. بعدين الكشي بقى في الآيه. الخرز اللي بالطول دي. هنتسبتي الخرز. وبعدين احنا مسبتناش هنا بقى. دي فيه بقى كده. في النص زي ما اتفقنا. اهي. تالت واحدة. بص? وهنزل في البطانة. بصي انا عمل اللي فرزة. بسعدي نفسك. اهو. تمام? وارجع تاني. خلاص? انا كده خلصت اول جامب. او الناحية في الشنطة. طبعا انت لما تخلصي الناحية التانية. وتفرجيها جوة لقى مفروضة بقى معك. هتلفي بقى ايه? في الخرز تاني. عشان تروحي عالجنب اللي ورا. لفت كده. لفي بقى النحية التانية. واللي انا عملته النحية اللي هناك. هتعمليه هنا بالظبط. هخلصوا. وارجعوا بعدها لكم بعد ما خلصت. بصوا بنات اخر غرزة عملتها. الخيط بتاعي كله لفت بيه في الشنطة. لف بيه. داير ما يدور كده في الشنطة. عشان يبقى كل شغلك سابت. مفوش اي حاجة. بصوا اللي هم بارك. اهي. بصوا. براحت الراحة. والمقاس مضبوط. اهو. تمام. يا رب يكون الشرح عجبكم. ويكون سهل وبسيط بالنسبة لكم. اه ولو عايزني اعمل لكم البطانة اللي هي الكيس. قولولي. في الكومنتات. وان شاء الله اعملها لكم. في الشنطة المدورة. انا كنت نوية بصراحة ان انا اعملها لكم مع دي. بس لا اخدت وقت معنا. لان انا عايزة ابين لكم ازاي تقصوا. ازاي تمكنوا. ازاي تعملوها على الشنطة. فمش عايزة كروتها. فاهمني ازاي لانها طلبت مني فعلا كتير. اهو. اللهم بارك. ده نفس ده. تمام. بنفس الطريقة انا وردتكم ازاي تحتجيبوا طول العرض في الشنطة دي. وبرده بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. في الشنطة دي هتخيطيها بنفس الطريقة. هنا بقى هتخيطي على الشنطة ازاي. هتخيطي على التمن خرزات دول. هتلف فيهم. وتسبتي في القماش. تلفي وتسبتي في القماش. يعني زي ما سبتنا هنا. في الغرزة كده. هتسبتي برضو هنا بنفس الطريقة. تمام? ما تنسونيش بقى باللايك. وتعليق حلو منكم. واللي ما اشتركش في القناة بنيت يشترك ويفعل الجرس. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.